قبل أقل من أسبوع من نهاية المواقيت الدستورية للمصادقة على قائمة حكومته المقترحة لياس الفخفاخ يتمسك بخطه المعلن لتشكيل الحكومة دون حزب قلب تونس ويعلن قائمة حكومته رغم انسحاب حركة النهفة في هذه اللحظة التاريخية قررنا مع سيادة الرئيس استغلال ما تبقى من الأجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا حركة النهضة اعتبرت أن الفخفاخ اقترح قائمة حكومية دون المطلوب بتحفظات لديها على وزارات الداخلية والمالية والتوكلونوجيا الاتصال انسحاب مرشح النهضة من القائمة الحكومية المعلنة يضع الفخفاخ أمام امتحان صعب تحت قبة البرلمان أمام إصرار الرئيس المكلف على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا فإن حركة النهضة تعلن انسحابها من التشكيلة المقترحة ولا تمنحها ثقة كتة الديمقراطية بـ 41 مقعدا في البرلمان دعت الفخفاخ إلى عدم التنازل وفرض سياسة الأمر الواقع لا سيما أمام السيناريو الأكثر تعقيدا وهو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة الأمر الذي تخشاه أغلب القوى السياسية وفق مراقبين يمكن أن الرئيس الجمهوري قبل انقضاء هذه المهلة الدستورية الذهاب نحو إما أعلن تكليف شخصية أخرى بعد أن هي تكليف لسفخفاخ وهناك بالتالي إعادة مفاوضات أخرى أو التفاوض على أساس دعم هذه الحكومة فيما بعد يمكن تغييرها بعد منحها الثقة في البرلمان وبين دعوة الفخفاخ إلى استغلال ما تبقى من أيام المهلة الدستورية وبين رفض أغلب الكتل البرلمانية للقائمة الحكومية المعلنة لا تبدو مؤشرات المصادقة على الحكومة المقبلة واضحة وفق متابعين رغم رفض أغلب القوى السياسية لقائمة الحكومة المقترحة يتجه لياس الفخفاخ لعرض حكومته دون تنازلات سياسية توجهنا قد يضعف وفق مراقبين من حضوظه في كسب ثقة البرلمان جلال موانع الحرة تونس